أهلا بكم من جديد وأبدأ مع حضراتكم الفقرة الأولى وهي فقرة الأخبار يعني خبر الشائع والمنتشر والأكيد كل الصحافة والإعلام تكلموا عليها لاتحاد كرة القدم يوجه الشكر لمستر حيكتر كوبر والجهاز الفني بالكامل وبالتالي يعني يصدر السطار على خروج مصر في كأس العالم روسيا 2018 ونشوف لسه متحاد الكرة بيفكر إزاي في الفترة القدمة أكيد طبعا الخيار الأول لاتحاد الكرة هو وجود بديل لمستر ديكتر كوبر وهو بديل أجنبي ده الفكر السائد مع اتحاد الكرة لكن نتمنى أنه يكون ملم به الكرة الأفريقية عنده خبرة شوية أو عنده بعض المعلومات الموجودة عند الكرة المصرية يكون عارف طبيعة اللعب المصري وإن شاء الله يوفق فيه اختيار مدير فني جديد يقول منتخب مصر فيه تصفيات أفريقيا وأيضا فيه تصفيات كأس العالم وزي ما احنا عارفين أن بعثة المنتخب أيضا وسطت إلى القاهرة بعد إخفاق المنديال يعني أكيد طبعا يعني منظر يعني ما كناش نتمنى أن احنا نشوف لعبة منتخب مصر شعور سيء جدا بعد الهزيمة لكن هو ده حال كرة القدم لعبة أكيد تتحمل جزء لكن الجزء الأكبر للجهاز الفني بالكامل عارفين أن دايما المدير الفني هو اللي بيكون على دور الكبير جدا فيه يعني اختار اللعبين توظيف اللعبين المهام داخل الملعب كل حاجة بتقص المدير الفني ومدير الفني الشجاع اللي بيطلع دايما بعد كل إخفاق أو بعد أي إخفاق بيتحمل المسئولية كاملة محمد النني لاعب منتخب مصر ولاعب أرسنال تصريح على لسانه كنا نريد إسعادكم شكرا لكل من دعمنا من أي مكان يعني دي التويتا اللي نشرت على حساب محمد النني يعني احنا اتكلمنا يعني شرحنا فيها لحضراتكم ملخص التويتا لكن محمد النني أكيد هيبدأ فترة إعداد مع أرسنال ويبدأ دوري جديد مع مدير فني جديد أمري تشان وأكيد يوناي أمري أسف وبالتالي هنشوف بقى أنني إن شاء الله فيه سنة جديدة مع أرسنال إن شاء الله ربنا يوفقه ويقدر أنه هو يقدم مستوى طيب ويقدر يفرد نفسه على مدير فني جديد لفريق أرسنال أما الكابتن يعني كابتن فايز بيطالب بمسندة لعبي المنتخب كابتن محمود فايز كتب على صفحته الفيسبوك كتب يعني خبر أو بدأ يعني بعد خروج المنتخب زي ما أحدكم شايفين قدامكم كتب على الفيسبوك يعني زي ما قال صغير بيطالب فيه بدعم جمهور للمنتخب الوطني وكتب بعض الكلمات أكيد اللي تحترم كل الناس قدت اللي عليها لكن ربنا مش رايد أو قدر الله هو ما شاء فعل أستاذ يهاب لهيطة مدير المنتخب بيقول إن البروتوكول لا يلزم محمد صلاح بحضور المؤتمر الصحفي للقاء السعودية بعد ما تم اختيار محمد صلاح رجل المباراة في مباراة مصر والسعودية ما كانش فيه وجود لمحمد صلاح فبالتالي في كلام طلع إن الفيفا هيحقق مع محمد صلاح لغيابه عن المؤتمر الصحفي أو لعدم استلامه الجايزة فبالتالي الأستاذ يهاب لهيطة طلع وتكلم وقال إن البروتوكول ما بيقولش الكلام ده أما المنتخب صلاح شعر ببعض الألام بعد مواجهة السعودية لكنه بخير الآن ربنا يشفيك ويعافيك إن شاء الله تبقى جاهز مية في المية لبداية موسم طيب مع فريق ليفر فول وتقدر تحقق اللي انت حققته في الموسم الماضي